ما عطا بسا من النهار بيقولوا إنكم بلشتوا سوا وإنت عطيته الفرصة الأولى وكذا لا ما عطيته الفرصة الأولى ما عطيته لا أنا ما عطيته بعمل أنت عمله أنا كنت مسبب طيب أوكي بس هو أثبت نجاحه وأثبت ذرته وأثبت نجوميته ما شاء الله صار من نجوم الوطن كيف كنت مسبب؟ يعني كنت مسبب أنه أنا كتبت المسلسل هاي مسلسل اسمه أيام الدراسة أنا كتبته وجبت جهة منتجة كنت تقريبا بروديوسر بالعمل يعني اللي أنا كنت قائم على كل شي وجيب الأشخاص وجيب الفنانين اللي كانوا متواجدين معي يعني كنا أنا ويامين ومعتصم وأيمن عبدالسلام وكل هدول الشباب شايفتهم ما شاء الله يعني كانوا موجودين بهذا العمل فبالتالي أنا كنت مسبب لأني جيبهم على هذا العمل اللي هو كان انطلاقة إنه ينعرفوا ما كان هي الفرصة الأولى كانوا أغديم ممكن فرصة بس كانوا نعرفوا بالشارع بوقتها من هذا العمل فأنا ما بكون أنا اللي عاطيهم الفرصة الأولى أنا بكون مسبب وهنا يا بقدروا يقسبتوا جذارتهم كان بال خلينا أعطيكي مثال كان بالمسلسل في عشرين ممثل موجودين بنفس الأدوار طب ليش ما بين إلا هل ثلاثة أربعة خمسة يعني فبالتالي هدول اللي قدروا يقسبتوا هدول اللي كانوا أسكياء بالمهنة عرفوا يختاروا عرفوا يكملوا طريقهم والباقي أكيد كمان ما عم أبخصهم يعني بتجاربهم لكن ما عرفوا يواكبوا لي كتير لطيف انت كتير لطيف ما لي لطيف هي الحقيقة صراحة جانتي لطيف ومحب ومحب لا والله هني رفقاتي ما عرف يبدي يحبهم يعني معتصم ويامن وخالد وأيمن ليش مشاربوا يعملوا حززيات بينك وبين معتصم عطول لا 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 القصة بيني وبين معتصم صارت من الشيء أربعة سنين وصارت قصة مهنية بحثة ما العلاقة بالشخصي أبنا يعني احنا وقت علقنا بقصة تاني يوم كنا عم تعشى سواء ما صار مشكلة بس الناس بتحب تكبرها يعني هي قصة مسلسلة أنا كنت كمان تقريبا مروديوسر كلهم تقريبا مش هم نقصيبين عن جد لحاصر